أيها الإخوة الكرام أين العيد في القرآن؟ يقول الله عز وجل في الحديث القدسي الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري من عاد لي ولياً فقد آذنته بالحرب بالمناسبة الله عز وجل يحارب أكل الربا في القرآن الكريم وفي الحديث القدسي يحارب من عاد له ولياً حربان معلنتان من الله على نموذجين الأول من أكل الربا أو أوكله بمعنى أنه سبب تجمع الأموال بأيد قليلة وحرم منها الكثرة الكثيرة فدمر الأمة ماذا يقابل الفروق الكبير جداً بين الدخول؟ الدعارة، الاحتيال، استرقه، القتل، دمار الأسر لذلك الله عز وجل أعلن الحرب على نموذجين على من تعامل بالربا وعلى من عاد له ولياً من عاد لي ولياً فقد آذنته بحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضت عليه الآن دققوا، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطث بها ورجده التي يمشي بها وإن سألني أعطيته وإن استعاذ بي أعزته وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته إذاً أنت حينما تقوم بالنوافل يحبك الله عز وجل فإذا أحبك الله عز وجل كان الله سمعك وبصرك أكل حركاتك وسكناتك وفق منهج الله لكن أكبر ثمن أن تكون مستجابة دعوة لذلك عقب آيات الصيام ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعام فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدوا أهم موضوعات العيد سلة الأرحام لقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل دعوته وفي مطلع نبوته إلى سلة الأرحام فعن أبي أمامة قال عمر بن عبسة السلمي كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوسان فسمعت برجل بمكة يخبر أخباراً فقعدت على رحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفياً فتلطفت حتى دخلت عليه لمكة فقلت له من أنت؟ قال أنا نبي قال وما نبي؟ قال أرسلني الله فقلت وبأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوسان وأيوحد الله لا يشرك به شيء أول كلمة قالها النبي الكريم أرسلني بصلة الأرحام ونحن في العيد والعيد مناسبة أولى لصلة الأرحام النبي عليه الصلاة والسلام كما قال أبو ذرء الغفاري رضي الله عنه أوصاني خليلي بصلة الرحم وإن أدبرت لذلك قالوا صلة الأرحام أمارة أي دليل على الإيمان لذلك قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ربط هذه الصلة بالإيمان من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه هذه الصلة عبادة جليلة هناك عبادات شعائرية كالصلاة والصوم والحج والزكاة وهناك عبادات تعاملية هذه الصلة عبادة جليلة من أخص العبادات يقول بعض العلماء ما من خطوة بعد الفريضة أعظم أجراً من خطوة إلى ذي رحم ما من خطوة بعد الفريضة إلى أداء الصلاة في المسجد أو إلى حج بيت الله الحرام ما من خطوة بعد الفريضة أعظم أجراً من خطوة إلى ذي رحم ثواب هذه الصلة معجل في الدنيا ونعيم في الآخرة لذلك قال عليه الصلاة والسلام ليس شيء أطيع الله فيه أعجل ثوابا من صلة الرحيم والقائم بهذه الصلة موعود بالجنة فقد قال عليه الصلاة والسلام في إحدى خطبه أهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقصد متصدق موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قرب ومسلم عفيف متعفف ذو عيال والله عز وجل قال وآتي ذا القربى حقه إله حق عليك آتي فعل الأمر وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل قدم الله القرابة على المساكين وأبناء السبيل يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين لا تقبل زكاة مسلم وفي أقربائه محاويش الآخرون أنت لهم وغيرك لهم أما أقرباءك من لهم غيرك أيها الإخوة الكرام لذلك أول من يعطى الصدقة هم الأقربون من ذوي المسكنة فعن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول دقيقوا كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان عليه الصلاة والسلام يعني حديثة في ماء يدخلها عليه الصلاة والسلام ويشرب من مائها كثيرا فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون وإن أحب أموالي إليه بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث شئت فقال بخن ذلك مال رابح هذا هو الربح الحقيقي الذي تنفقه للذي تنفقه الربح الحقيقي الذي تنفقه وزعشاتا لم يبق إلا كتفها قلقت السيدة عائشة قالت لم يبق إلا كتفها قال بل بقيت كلها إلا كتفا سيدنا عمر أنسفت فاحة قال أكلتها ذهبا أطعمتها بقيا قال بخن بخن ذاك مال رابح ذاك مال رابح قد سمعت ما قلت فيها الآن دققوا وأرى أن تجعلها في الأقربين أحب أمواله إليه قدمها لرسول الله قال أرى أن تجعلها في الأقربين قال أفعل ذلك يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه ماذا تعني كلمة أرحام قال أولا رحم الدين أخوك في الله من أرحامك هذا معنى جديد أخوك في الله المؤمن ولو لم يكن قريبا لك لو كان من بلد آخر لو كان من جنسية أخرى لكان يتكلم لغة أخرى هو من أرحامك رحم الدين تشمل جميع المسلمين لقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فأثبت الله الأخوة الإيمانية لجميع المسلمين فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم الرحم الثاني رحم القرابة البعيدة والقريبة من جهة الأبوين أوسع تعريف الأقرباء الأباعد والأقرباء الأقارب من جهة الأب ومن جهة الأم لذلك قال عليه الصلاة والسلام إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء أيها الإخوة ماذا تعني صلة الرحم هناك من يتفضل على قريبه الفقير بأن يطل عليه في العام مرة في العيد ويتمنى أن لا يجده في البيت يضع له بطاقة أو ادهى الأمر هذا أسوأ معنى لصلة الرحم أولا يجب صلة الرحم بملازمة المؤمنين ما دام من معاني صلة الرحم أن أهل الإيمان رحم ملازمة المؤمنين ومحبة المؤمنين ونصرة المؤمنين والنصيحة للمؤمنين وترك أدية المؤمنين والعدل بين المؤمنين والإنصاف في معاملتهم والقيام بحقوقهم الواجبة كتمريض المريض ومواساة فقرائهم ونصرة مظلوميهم وحقوق موتاهم من غسلهم والصلاة عليهم ودفنهم هذه كلها حقوق هذه حقوق تدخل في صلة الأرحام المؤمن من أرحامك أما الرحم الخاصة تكون الصلة بزيارتهم وتفقد أحوالهم والسؤال عنهم والإهداء إليهم والتصدق على فقيرهم والتلطف مع وجيههم وغنيهم وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم وتكون الصلة باستضافتهم وحسن استقبالهم وإعزازهم ومشاركتهم في أفراحهم ومواساةهم في أفراحهم هذه بنود صلة الرحم مع الأقارب وتكون الصلة أيضا بالدعاء للأرحام وسلامة الصدر لهم والحرص على نصحهم ودعوتهم للخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإصلاح ذات البين إذا فسدت هذا كله من صلة الرحم وتكون ببشاشة عند اللقاء ولينا في المعاملة وطيب في القول وطلاقة في الوجه وزيارات وصلات وإحسان إلى المحتاج وبذل للمعروف ونصح والنصح لهم ومساندة مكروبهم وعيادة مريضهم والصفح عن عتراتهم وترك مضرتهم والمعنى الجامع لكل ذلك إيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر من أجل العبادات بعد أداء الفرائض هذه الصلة هذه تمتن العلاقات تجعل المجتمع وحدة متماسكة بل إن الضمان الاجتماعي جعله الله على أساس القرابة طبعا الأقارب يختلفون في أحوالهم وطباعهم ومنازلهم منهم من يرضى بالقليل فتكفيه الزيارة الثنوية والمكالم الهاتفية منهم من يرضى بطلاقة الوجه والصلة بالقول منهم من يعفو عن حقه كاملا ويلتمس المعاذير بأرحامه منهم من لا يرضى إلا بالزيارة المستمرة والاهتمام الدائم فمعاملاتهم بهذا المغطبع تعين على حسن الصلة بهم كل قريب له طبع بشكل مختصر تبدأ صلة الأرحام بنوع من الاتصال الاتصال الهاتف في نوع من الصلة أو البريد أو كتابة رسالة والآن في رسالة على الهاتف نعم ثم الزيارة دقق الآن ثم تفقد الأحوال المعيشية الآن في قوي وضعيف في قريب قوي وقريب ضعيف قريب غني وقريب فقير الأقوى والأغنى مهمته بعد الزيارة تفقد الأحوال المعيشية والاجتماعية ثم المساعدة بألطف أسلوب والله أخ حدثني من هذا المسجد سمع بعض الخطب عن الأرحام والصلة له قريب لا يعرفه سأل عن بيته زاره هذا القريب شهد طبعا وضع له بطاقة لم يلتقي به وضع له بطاقة اتصل به سأله عن بيته فزاره القريب ميسور الزائر كان فقير ساكن ببيت تحت الأرض شمالي عنده خمس أولاد هذا بيته ابحث عن بيت أمله بيت خلال شهر رابع طابع والله أقسم بالله هذا الأخ والزار قريبه فقط تنفيذ لوصية رسول الله فقط القريب شهد لما زاره في بيته قال له هذا البيت لا يسح لأولادك بحث عن بيت خلال شهرين واملوا ثمنه إذن تفقدوا الأحوال المعيشية والاجتماعية ثم المساعدة بألطف أسلوب ثم الأخذ بيد القريب وأهله إلى الله وحملهم على طاعته والتقرب إليه وهذا تاج تتوج به هذه الصلة وعندئذ تكون هذه الصلة قد حققت هدفها الأكبر أن تتفقد أحوالهم المعيشية الاجتماعية التربوية العلمية ابن يحتاج لقصة جامعة ابن زكي متفوق ثم تنفذ هذه الحاجات ثم تأخذ بيدهم إلى الله والله أعرف أخ طرق باب أخته سمع شجار بينها وبين زوجها على مبلغ من المال طلبته منه من أجل كسوة بناته الزوج دخله محدود رفض رفع صوته عليها رفع الصوتها عليها فلما دخل سأل ما القضية قضية ثلاثمائة ليرة للشهر قصة قديمة قال لهذه مني يا أختي أرسل لها كل شهر ثلاثمائة ليرة تقضية نفقات البنات قال لي بعد ست شهر طلبت مني درس أسبوعي لأنه لا يوجد داعية صرت حضر حالي آية قرآنية وحدي قصة وحكم فقدي جمعت بناتها بنات أخواتها يعني هالأخار من من يجوز أن يجلس معهم قال لي أول بنت تحجبت الثاني تحجبت الثالثة الرابعة الخامسة واتزوجوا كلها هذه صلة الرحم يجب أن تزور قريبك تتفقد أحواله تعاونه ماليا تربويا دينيا علميا لذلك اسمعوا هذا القول أول آية بأول سورة بأول شيء بالقرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم هذا أول وحي نزل على النبي الكريم رجع بها النبي يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر قال لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا لم يأتي بعد القرآن لم يقل الحديث الشريف أول عهدها برسول الله قالت كلا لا تخاف والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحيم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق هذه الفقرة إنسان يصل رحمه يطعم الجائع يطعم الضعيف يعين القريب هذا الإنسان لا يخزيه الله أبدا الله عز وجل وعد أنه من وصل رحمه يصله ومن قطع رحمه يقطعه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم هذا مقام العائد ذك من القطيعة قال نعم أما ترضين أيتها الرحم يعني أيتها القراغة أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك قالت بلى يا رب قال هو لك فقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم في الأرض هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم وفي حديث آخر في صحيح مسلم الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله صلة الرحم أيها الإخوة محبة للأهل بسط في الرزق بركة في العمر يقول عليه الصلاة والسلام تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم فإن صلة الرحم محبة في الأهل مسرات في المال منسأة في الأثر تطيل العمر بمعنى إطارة مضمون يزداد هذا العمر غناً بالعمل الصالح وفي حديث في صحيح البخاري من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أسره فليصل رحمه أيها الإخوة صلة الرحم علامة على كرم النفس وسعة الأفق وطيب المنبت وحسن الوفاء لهذا قيل من لم يصلح لأهله لم يصلح لك إياك أن تشارك إنسان عاقل والده لو كان فيه خير لكان الخير بوالده إياك أن تشارك من كان قاطعاً للرحم من لم يصلح لأهله لم يصلح لك ومن لم يذب عنهم لم يذب عنك يقدم عليها أولو التذكرة وأصحاب البصيرة الآن هذه الصلة مدعاة لرفعة الواصل وسبب للذكر الجميل ومجيبة لشيوع المحبة صلة الرحم تقوي المودة تزيد المحبة تتوسق عرى القرابة تزول بها العداوة والشحناء فيها التعارف والتواصل والشعور بالسعادة أيها الإخوة بلغ من صلة الرحم مبلغاً عظيماً ضرب به المثال على مر التاريخ فقد ما سمع في الدنيا بأوصل منه صلى الله عليه وسلم قام على قرابته أبناء عمه وأقاربه أخرجوه من مكة طاردوه شتموه آذوه حاربوه في المعارك نازلوه في الميدان قاموا بحرب عسكرية وإعلامية واقتصادية ضده فلما انتصر دخل مكة وقفت له الأعلام مكبرة عشرة آلاف سيف متوهجة تنتظر أمراً منهم وشأن الفاتحين أن يبيدوا أعداءهم فقال ما تظنون أني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم قال فاذهبوا فأنتم اطلقا هذا أروع مثل يضربه إنسان لعشرين عام عانى ما عانى من قريش حروب وقتل وسفق دماء وتعذيب وإهالة فلما ملكهم وانتصر عليهم عفا عنهم قال له ابن عم اللهم صلي عليه اسمه أبو سفيان ابن الحارس غير أبو سفيان الأول فيسمع بالانتصار وقد آذى النبي إيذاءاً وشتمه وقاتله فيأخذ هذا الرجل أطفاله ويخرج من مكة فيلقاه علي بن أبي طالب يقول يا أبا سفيان إلى أين تذهب؟ قال أذهب بأطفالي إلى الصحراء فأموت جوعاً وعرياً والله إن ظفر بي محمد ليقطعني بالسيف إرباً إرباً يقول علي وهو يعرف رسول الله أخطأت يا أبا سفيان إن رسول الله أغسل الناس وأبر الناس وأكرم الناس فعد إليه وسلم عليه بالنبوة وقل له كما قال إخوة يوسف لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين وموقع بالقتل يأتي بأطفاله ويقف على رأس المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله السلام عليك ورحمة الله وبركاته طالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين فيبكي عليه الصلاة والسلام وينسى تلك الأيام وتلك الأعمال وتلك الصحف استوداء يقول لا تفريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين أبو سفيان بن حرب ماذا يقول عن رسول الله يقول يا ابن أخي ما أغصلك وما أرحمك وما أحكمك وما أعقلك أيها الإخوة الموضوع طويز استعتقد العيد أفضل مناسبة لتفقد الأقارب وزيارتهم ومساعدتهم وإكرامهم يقول عليه الصلاة والسلام إنما تنصرون بضعفاتكم هذا الضعيف إذا أطعمته إن كان جائعا كسوته إن كان عاريا علمته إن كان جاهلا آويته إن كان مشردا زوجته إن كان أعزبا أنصفته إن كان مظلوما هذا الضعيف تنصر به على أعدائك إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم فكيف إذا كان هذا الضعيف قريبا من أقرباءك والله في دعاوة في قصر العدل من أم لا تجد ما تأكل على ابنها الغني كي يصعمها أيها الإخوة الكرام الآن قصة أخرى تأتيه أخته من الرضاعة وقد ابتعدت عنه عقودا عديدة فتأتيه وهو لا يعرفها وهي لا تعرفه أيضا رضعت من حليمة السعادية معا فلما جاءته الرسالة وصار بأعلى مقام سمعت به والله ذا رضع معي فأنا أخته وتسمع به وهي في بادية بني سعد في الطائف بانتصاره فتأتي لتسلم على أخيها من الرضاعة الأخوة وهو تحت سدرة عليه الصلاة والسلام والناس بصيوفهم بين يديه وهو يوزع الغناء بين العرب فتستأزن موسيقى اشتركوا في القناة